الثمنة صباحا موعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع ليندا اتفضل يا ليندا شكرا جمعنا الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل عام 2024 جاء ذلك خلال افتتاحيه للمشروع بمحور الضبع حيث أكد الرئيس السيسي أن تكلفة الزراع في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا وشدد الرئيس السيسي على أن تكلفة التي يتم انفاقها في المشروعات التنموية تفوق بكثير ما يتوقاه الكثيرون وأوضح أن كل إجراء لم تنفذه الدولة خلال 50 عاما سابقا تدفع ثمنه الآن لافتا إلى أن هناك حراكا كبيرا داخل الدولة كما وجه الرئيس السيسي أيضا بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين وخلال افتتاحيه مشروع مستقبل مصر الزراعي أشر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة قد تصل إلى تريليون جنيها موضحا أن الدولة تقوم بتطوير الريف في قطاع الكهرباء والمياه والطرق ومشروعات أخرى وأضف رئيس السيسي أن زراعة الأراضي في الدلت القديمة تمت على مدار سنوات طويلة جدا مؤكدا أن الدولة الآن تنتهي من مشروع ضخم في أربع لخمس سنوات كما أكد رئيس السيسي أن دولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام عقد وزير تنمية المحلية محمود شعراوي عدة لقاءات وذلك في ختام مشاركته في قمة المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية والتقى شعراوي مع كل من مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزير اللامركزية الكيني ونائب المدير الأقليمي لبرنامج الأغذية العالمية لأقليم جنوب القارة الأفريقية ورئيس رابطة المدن المحلية المغربية وخلال اللقائه مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف أشهد شعراوي بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين الوزارة والبرنامج في عدد من الملفات المشتركة استبعد المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك قبول أوكرانيا لوقف لإطلاق النار مع روسيا مشددا على أن كييف لن تقبل أي اتفاق مع موسكو يتضمن التخلي عن أراضيها وقال بودولياك في مقابلة مع رويترز بالمكتب الرئاسي إن تقديم تنازلات سيرتد بالسلب على أوكرانيا لأن روسيا ستدرب بقوة أكبر بعد أي توقف لقتال مشددا على أن موقف كييف في الأزمة أصبح أكثر صلبة قالت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدر القردة وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدر القردة من 12 دولة عضو لا يتتوطن فيها الفيروس مضيفة أنها ستقدم مزيدا من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار الإصابات ويعد جدر القردة من الأمراض المعادية التي عدة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب وسط إفريقيا قتل شخصان على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء أعصار نادر ضرب شمالي ولاية مشجن الأمريكية وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن مسار الأعصار الذي ضرب بلدة جيلورد امتد لأكثر من 27 كم في 20 دقيقة وتم تصنيف الأعصار على أنه من الفئة الثالثة على مقياس فوجيتا الذي يقيص شدة الأعصير حيث بلغت سرعة الرياح 240 كم في الساعة ويعتبر الأعصار هو الأول الذي يصل إلى الفئة الثالثة في الولاية منذ عام 2012 نهاية منجزة الثمنة نعود لإستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل